تم مدرب كبير وشخصية طبعاً كويسة جداً أنا اتمرنت معاه الحقيقة في الاتحاد سنة كاملة ومنحسن المدربين اللي اتمرنت معاه هم عنده عنده إمكانيات كبيرة كويسة يقدر يفيد بها منتخب مصر انت دلوقتي عندك ميزة كبيرة ان الكابتن حسام الشارع المصري كله عايزه احنا الفترة اللي فاتت كنا بنفتقد الموضوع ده في المدربين الاجانب وكان بيبعى لهم ضغط كبير ومع اي اخفاق كان الشارع المصري بيقدم ان هم مش راضيين فتبدأ الناس تشوف ان هم الجهاز الفني يمشي اكيد ميزة كبيرة لان انت اغلب نجاحاتك كانت مع اجهزة فنية مصرية فالكابتن حسام قادر ان هو يضيف لمنتخب كتير بامكانياته الفنية وبالروح والحمس اللي عنده انا بس اللي بتمنى ان احنا يبقى عندنا استقرار لازم يبقى عندنا استقرار جوا منتخب مصر ايا كان الراجل اللي ماسك مين ما ينفعش نجيب حد ونقول ده مشروع ونقعد نعمل من البحر تحينه ونقعد نسرح بالناس ونقول يا جماعة الرجل ده هيقعد ثلاثة اربع سنين ويبدأ الراجل يجي يشتغل ومع اول اخفاق بعد شهرين ثلاثة ايا كان الاخفاق ايه يتاخد كبش في ده ويبدأ يمشي ونبدأ نعيد الموضوع تاني من ما بنبدأش بقى من الصفر فانا بتمنى استمرار الكابتر حسام خلاص الكابتر حسام دلوقتي موجود حتى لو حصل اي مشاكل الفترة اللي جاية طبيعي جدا الكابتر حسام لسه محتاجي ياخد وقت محتاجي ياخد وقت على ما الناس تعرف افكار وهو يقدر يوصل للتوليفة وللعبة اللي تقدر تساعد جوا منتخب مصر مش في يوم وليلا هيحصل التطور محتاجين بس نصبر ويبقى فيه دعم للكابتر حسام وللجهاز اللي موجود وانا شايف انهم يقدروا يعملوا حقا كويسة صلاح نجم كبير وصلاح عمل حاجات كترة لمنتخب مصر حتى لو جاء ليه وقت كتيرة الناس يبقى نفسها ان صلاح يقدر يساعد المنتخب بشكل كبير بس عادي ده طبيعي انتقدوا انتقدوا فنيا لاو فيه ولاوye في لأخير ممكن تقول زي ما قلت لك كنا بنتمنى يبقى عنده حاجات اكتر يساعد بها منتقب مصر بس برضو هو في الاخر محكوم بفرقة موجودة كواليتي العيبة هو يعني ما كانش محظوظ ان هو يطلع في جيل ممكن يبقى مش احسن حاجة دي برضو نقطة ممكن تبقى غايبة عن الناس بس طبعا لا صلاح نجم كبير